الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين أما بعد فهذا لقاء جديد من لقاءات تفسير سورة الأنبياء حيث ذكر الله جل وعلا في هذه السورة سيرة الأنبياء وطريقتهم في كون أقوامهم يستهزئون بهم ويعترضون عليهم فتكون العاقبة الحميدة لأنبياء الله وتكون العاقبة السيئة لأعدائهم كما قال تعالى ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون وفي هذا اليوم نستعرض عددا من قصص أنبياء الله عليهم السلام حيث أرسلهم الله لهداية البشرية ولنشر التوحيد والدعوة إلى سلوك الطريق الموصل إلى رضا الله والفوز بجنته فيجابهما أقوامهم بأنواع من أنواع التكذيب والاستهزاء والسخرية فتكون العاقبة الحميدة لأنبياء الله ومن ذلكم ما نذكره في هذا اليوم من تفسير الآيات من الآية الرابعة والسبعين إلى الآية السادسة والثمانين من سورة الأنبياء بعد أن ذكر الله جل وعلا قصة إبراهيم وأن الله قد تفضل عليه فآتاه رشده كما في قوله جل وعلا ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل أشار إلى أنه نجاه ولوطا إلى الأرض التي بارك فيها للعالمين ثم أشار إلى قصة نوح إلى قصة لوط عليه السلام فقال سبحانه ولوطا آتيناه حكما وعلما فكما أتي إبراهيم رشده أتي لوط الحكم والعلم والحكم قد يقصد به الفصل في القضاء بين الخصومات وقد يقصد به الحكمة التي هي النبوة وأما العلم فمعرفة رب العزة والجلال والعلم بشرعه وأوامره فالله جل وعلا يتفضل على من شاء من عباده بذلك وكان من فضل الله عليه أن نجاه من القرية التي كانت تعمل الخبائث قيل بأن هناك قرى متعددة كان منها من يفعل الخبائث ابتداء بالشرك بالله عز وجل إلى فعل فحشة اللواط ولما دعاهم لوط إلى التزام شرع الله والابتعاد عن الخبائث لم يستجيبوا له ولم ينقادوا لدعوته بل كانوا قوم سوء فاسقين أي أن فسقهم بخروجهم عن الطاعة إلى المعصية جعلهم قوم سوء أي أنهم يستمرون على هذا الخلق فكان ذلك طبعا لهم ومن هنا فإنهم لم يستجيبوا لنبي الله لوط عليه السلام فنزلت بهم العقوبة حيث قلب الله ديارهم عليهم أما لوط فأدخله الله في رحمته الرحمة الدنيوية بالنجاة من العذاب والسلامة من هذا المشركين والرحمة في الآخرة بدخول الجنان ورفعة الدرجة فيها وعلّل ذلك بأنه من الصالحين فإن من حروف التعليل فمن كان صالحا مستجيبا لأمر الله فإن الله جل وعلا يرحمه والتفت إلى وصف الرحمة كما ذكرها هنا وذكرها في مواطن أخرى من هذه الآيات كما في قولي أيوب وأنت أرحم الراحمين ثم ذكر جل وعلا قصة أخرى ألا وهي سيرة نوح عليه السلام فقال ونوحا أي واذكر نوحا إذا آتاه الله الرشد والحكم والعلم ونا إذ نادى من قبل أي أنه دعا قومه إلى التوحيد وترك الشرك وعبادة الأسلام سنين متطاولة فلم يستجيبوا له في دعوته فما كان منه إلا أن دعا الله جل وعلا أن يهلك قومه وهذا معنى قوله إذ نادى من قبل أي أنه قد نادى ربه بأن يهلك المشركين الظالمين قبل أنبياء الله الذين ذكروا قبل من موسى وهارون وإبراهيم ولوط عليه السلام فاستجاب الله له دعاه وحقق له مطلوبه فنجيناه أي أنجاه الله عز وجل من الغرق العظيم والطفان الكبير وهو وأهله من أتباعه الذين ساروا معه نوح ومن سار وآمن معه إذ نجاهم من الكرب العظيم والكرب المراد به ألهم النفسي الذي يملأ النفوس حنقا وكآبة وسوى حال العظيم وهكذا الكرب يطلق على الضائقة الشديدة فلما أغرقوا في البحر كان ذلك من أسباب نزول الكرب العظيم بهم ثم قال ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا أعانه الله فنجاه فانتصر على أولئك القوم وقال ونصرناه من القوم ولم يقل نصرناه على القوم لما في ذلك من بيان أن الله جل وعلا كما دافع عنه حماه ووقاه ليشتمل المعنى جميعا هذه الأفعال من القوم الذين كذبوا بآياتنا حيث إن نوحا عليه السلام كان يذكرهم بآيات الله ويخوفهم من شديد عذابه لكنهم كذبوا به ولذا أغرقهم الله أجمعين إنهم أي السبب في نزول هذه العقوبة بهم كانوا قوم سوء أي أن الشر والسوء والضلال قد انطبع على نفوسهم فأصبحوا قوما سوء ولذا أغرقهم الله فجاءهم الطوفان وأخذهم جميعا ولم يبق منهم أحدا ومن القصص العجيب قصة داود وسليمان وهما نبيان من أنبياء الله آتاهم الله رشدا وآتاهم علما وحكما وآتاهم الله من نعيم الدنيا الملك العظيم والجيوش الجرارة والأموال المتعددة والممالك المتسعة فقد آتاهم الله من الخيرات الدنيوية الشيء الكثير فاستعملوها في طاعة الله فكانوا بذلك من الزاهدين لأن الزاهد من استعمل الدنيا في طاعة الله وليس معنى الزاهد من ترك الدنيا قال وداود وسليمان يعني اذكرهما واذكر أن الله قد آتاهما رشدهما واذكر إذ يحكمان في الحرثة لما تولى داود وسليمان الحكم كانوا يتولون القضاء بأنفسهم فكان الله جل وعلا أراد أن يذكر بأن هذين النبيين كان لهما من التصرف في أمور الدنيا شيء كثير ومن ذلك ما يتعلق بالقضاء فقد كانوا يقضون بين الناس ومن ذلك ما ذكره الله جل وعلا في هذه الآيات إذ يحكمان أي يقضيان في الحرث يعني في الزراعة إذ نفشت فيه غنم القوم أي رعت فيه بالليل وكنا لحكمهم شاهدين أي أن داود حكم فيها وسليمان حكم فيها وخلاصة قصة هذين النبيين في هذه المسألة أن أناساً كانوا يملكون مزارع وكان آخرون يملكون أغناماً يرعونها وكان عند الأغنام رعاة فهذه الأغنام قامت بدخول المزارع والحرث بالليل فأهلكت تلك المزارع في ليلها فجاء أهل المزارع يشتكون عند داود فحكم داود بأن الأغنام تكون لأصحاب الحرث نظير ما تلف من أموالهم في الزروع فسمع سليمان بقضاء والده فقال فاستاذن من والده في أن يحكم فيها فحكم فيها سليمان بعد إذن والده بأن أصحاب الحرث يأخذون تلك الأغنام يستفيدون من ألبانها ومن أصوافها ومن أولادها لمدة عام كامل في مقابل أن أصحاب الأغنام يأخذون الحرث فيقومون بتنميته وزراعته وسقيه ليعود على حاله الأول وحينئذن سلم داود لسليمان في هذه القضية فعاد الحكم فيها على وفق ما حكم به سليمان قال الله وكنا لحكمهم أي لقضائهم في هذه المسألة وفي غيرها من القضايا شاهدين أي نطلع على قضائهم ونعرف حقيقة قضائهم قال تعالى ففهمناها سليمان أي أن سليمان عرف المأخذ فيها وتمكن من الوصول إلى حكم قضائي عادل يعيد الأمور إلى نصابها ويكون من أسباب وصول الحقوق لأصحابها قال ففهمناها سليمان وفي هذا دلالة على أن سليمان قد أصاب في هذه المسألة قال تعالى وكلا يعني من داود وسليمان أو من الأنبياء آتينا حكما أي نبوة وعلما أي معرفة بأمر الله جل وعلا ثم قال وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير أي أن الله جل وعلا قد جعل الجبال تجيب داود عند تسبيحه فإذا سبح داود سبحت الجبال ليكون هذا من أسباب امتلاء القلوب من هيبة سليمان عليه السلام وقد قيل بأن داود كان هاربا من ملك من الملوك فكان في البرار فإذا سبح سبحت الجبال معه حتى غزى مع طالوت ضد جالوت فقتل داود جالوت فأتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء فكان في وقت هروبه إذا سبح سبحت الجبال معه ليأنس بها والجمهور على أن هذا كان بعد ملك داود وهكذا سخر الله جل وعلا الطير مع داود قال وكنا فاعلين أي أن جعل الطير مسخرة لسليمان وجعل الجبال مسخرة تسبح بتسبيحه هذا ليس بمعجز في قدرة الله جل وعلا ولذا قال وكنا فاعلين وتسخير الجبال بالتسبيح وتسخير الطير بالتسبيح وبغيره من أنواع التسخير قال تعالى وعلمناه أي أن الله جل وعلا قد تفضل على داود بأن جعله يتمكن من إذابة الحديد ولذا قال وعلمناه صنعة لبوس لكم أي تلبسونها لتحصنكم من باسكم أي أن هذه الأنواع من الحديد من الدروع ونحوها إذا لبستموها تمكنتم بها من وقاية أبدانكم من أعدائكم في حال المقاتلة ولذا قال لتحصنكم من باسكم أي لتحجز عنكم ضربات أعدائكم فتسلم أبدانكم فهل أنتم شاكرون فهل أنتم شاكرون أي فيحضهم الله جل وعلا على شكر هذه النعمة التي سخرها لهم وبعض أهل العلم قد قال بأن هذا خاص بداود عليه السلام وأنه كان يتمكن من إذابة الحديد بدون أن يكون هناك أسباب تذيب الحديد ولعل لا ظهر أن داود عليه السلام تمكن من إذابة الحديد بأمور عرفها الناس بعده ولذا قال صنع تلبوس لكم في خطاب لكل قارئ للقرآن مما يدل على أن المهارة التي جاءت عند الناس في التعامل مع الحديد كانت منذ عهد داود عليه السلام ثم ذكر جل وعلا مزية أخراتها لسليمان فقال ولسليمان الريح لما قدم الجار والمجرور في قوله لسليمان دل هذا على اختصاص سليمان بذلك وقد قال طائفة بأن المراد بالريح التي أوتي سليمان أنه كان يركبها فيركب البساط على الريح ويتمكن من الانتقال والأسفار في المسافات البعيدة في الأوقات اليسيرة كما قيل بأن الرياح في البحار كانت تحت أمر سليمان عليه السلام ولذا ازدهرت التجارات في عهده وكثرت الأسفار في وقته ولذا قال ولسليمان الريح عاصفة أي تجري بسرعة وبقوة تجري بأمره أي هذه الريح العاصفة تسير بأمر سليمان إلى الأرض التي باركنا فيها أي أن الله جل وعلا قد سخر له ريحا موسمية وبالتالي تنقل السفن إلى بلاده وقد كان بالشام والشام أرض مباركة ولذا قال إلى الأرض التي باركنا فيها أي أكثرنا فيها من الخيرات وأكثرنا فيها من أنواع النبات والثمار قال وكنا بكل شيء عالمين أي أن الله جل وعلا يعلم أسرار الكون وخفاياه وبالتالي مكن أنبياءه من الانتفاع بهذه الخصائص الكونية التي توجد في الكون قال تعالى ومن الشياطين أي سخرنا لسليمان طائفة من الشياطين من شياطين الجن من يغوصون له أي يدخلون في أعماق البحار فيستخرجون ما فيها من اللؤل والمرجان وقد يكون المراد أنهم يغيصون في الأرض فيستخرجون ما فيها من الكنوز ويعملون عملا دون ذلك أي للشياطين مهام وأعمال سوى ذلك دون الغوصي في البحار ومن ذلك أنهم كانوا يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات ونحو ذلك قال وكنا لهم حافظين أي أن الله جل وعلا يحفظ هؤلاء الشياطين فيحفظهم فلا يعتدي بعضهم على بعض ويحفظهم فلا يعتدون على عباد الله ويحفظهم من أن يعودوا على سليمان بما لا يناسب ثم ذكر الله جل وعلا قصة أخرى ألا وهي قصة أيوب عليه السلام حيث ذكر الله جل وعلا أن من صفة داود وسليمان أنهم كانوا يشكرون الله على هذه النعم الدنيوية العظيمة فناسب أن يذكر من كانت حاله بضدهم ممن ابتلي بالبلاء العظيم ومن ذلك ما يتعلق بأيوب عليه السلام وأيوب نبي من أنبياء الله آتاه الله مالا كثيرا وولدا وفيرا وصحة وعافية في بدنه فأذهب الله الجميع في لحظات فخسر ماله وذهب أولاده ومرض في بدنه حتى لا يستطيع أن يحرك شيئا من أعضاء بدنه حتى إن طعامه ليوضع في فيه قال تعالى وأيوب إذ نادى ربه أي أنه خاطب الله جل وعلا ودعا إلهه الذي لا زال ينعم عليه بصنوف النعم فقال في دعائه ومناجاته أني مسني الضر أي جاءني من الأمراض البدنية في بدني ما أعجزني عن الحركة وقال هنا مسني تأدبا مع الله جل وعلا كأنه لم يصبه من الضر إلا الشيء ليسير بمقدار مس اليد ثم ذكر بفضل الله جل وعلا فقال وأنت أرحم الراحمين فأرحم صيغة مبالغة يعني بلغ درجة عالية في الرحمة قال فاستجيبنا له أي أن الله جل وعلا أجاب له دعاه فكشفنا ما به من ضر أي أن الله جل وعلا أزال ذلك الضر الذي كان قد أصاب بدنه فشفي عليه السلام فكشفنا ما به من ضر أي رفعناه وأزلنا المرض الذي فيه فعادت إلى بدنه قواها فأصبح ينتفع بأعضاء بدنه قال وآتيناه وأهله كلا بأن المراد أن الله جل وعلا هيى له زوجه وأعاد له أولاده فإنهم بعد حادثته الأولى ضاعوا وتفرقوا في الأرض فأعادهم الله جل وعلا له وهناك من قال بأن الله قد رزقه أولادا لأن الأولاد الأولين قد ماتوا فرزقه الله جل وعلا أولادا يماثلون عدد أولاده الأولين ويكونون ضعفا لهم ولذا قال وأتيناه أهله ومثلهم معهم وبعضهم قال بأن الله قد أحياهم ثم قال رحمة من عندنا أي أن ذلك من فضل الله جل وعلا ومن رحمته سبحانه وتعالى وفي ذلك أيضا ذكرى للعابدين فإن العابدين الذين يعبدون الله وحده يتذكرون بذلك فضل الله جل وعلا ونعمته فيكون هذا من أسباب رجوعهم إلى الله وصلاحهم ومن ثم يكون هذا من أسباب نزول رحمة الله بهم ثم قال تعالى وإسماعيل أي لقد أتينا إسماعيل رشدة واذكر إسماعيل في صبره فإن إسماعيل قد قاس أمورا كثيرة فمنها معيشته في هذا الوادي حينما لم يكن فيه شجر ولا ماء ثم ابتلاه الله جل وعلا بالعيش في هذا الوادي معه ناس لا يمت بهم بصلة ثم إن الله ابتلاه برؤية إبراهيم عندما رأى أنه يذبح ولده فاستسلم لذلك وهكذا في إدريس عليه السلام فإن الله جل وعلا قد ابتلاه بأنواع من الابتلاءات الدنيوية فصبر عليها وهكذا في قصة ذي الكفل والكفل هو الحمل الذي الذي يتعب في رفعه وحمله ويصدق أيضا على نصيب الإنسان قال كل من الصابرين فهؤلاء من أنبياء الله قد لحق بهم من أقدار الله عز وجل ما جعلهم يصبرون ومن صبر كانت العاقبة له وكانت مالات الأمور له ولذا قال وأدخلناهم في رحمتنا أي أن الله رحمهم في الدنيا وفي الآخرة فأبعد عنهم ما يؤذيهم في الدارين ثم علل ذلك بكونهم من الصالحين أي الذين عبدوا الله جل وعلا عبادة صحيحة تام على وفقي ما يريد الله جل وعلا ففي هذه الآيات من الأحكام فضيلة نبي الله نوح وما أشاد الله به عليه في هذه الآيات وما أثنى به عليه وفي هذه الآيات أن لوط النبي من أنبياء الله قد أتاه الله الحكم والعلم وفي هذه الآيات أن عمل الخبائث من أسباب نزول العقوبات الدنيوية مع ما ينتظر أصحابها من عقوبة أخروية وفي هذه الآيات أن من رحمه الله جل وعلا فقد فاز ورحمة الله لها أسباب من عند العبد تكون بصلاحه واستقامته على الصراط المستقيم وفي هذه الآيات فضل نوح عليه السلام وعظم مكانته فهو أول رسل الله إلى البشرية وفي هذه الآيات فضيلة الدعاء والترغيب فيه وفيها تفضل الله جل وعلا على الداعين بإجابة دعواتهم والاستجابة لهم وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا ينصر أنبياه وأولياه على من يضادونهم ويقابلونهم وفي هذه الآيات أن من انطبعت نفسه على الشر والسوء فسيستمر على ذلك مهما حصل عليه من أمور ومهما توجه إليه من الدعات وفي هذه الآيات فضل داود وسليمان عليهما السلام وبيان أنهما كان من ملوك زمانهما ومع ذلك لم ينقص ذلك من مكانتهما وفي هذه الآيات أن صاحب الولاية الإمام الأعظم يتولى أمورا دولته بنفسه فهذا هو الأصل ولذا جاء في النصوص السمع والطاعة لصاحب الولاية ولا يكون له سمع وطاعة إلا عندما يكون له أمر ونهي وتنفيذ وفي هذه الآيات أن الإمام الأعظم يجوز له أن يتولى القضاء بنفسه وفي هذه الآيات بيانوا أن مملكة داود وسليمان قد حازت على ترتيبات عظيمة وكان لها أنظمة متعددة ومن ذلك ما يتعلق بأنظمة القضاء وفي هذه الآيات بيانوا أن أهل الأغنام عليهم حفظ أغنامهم بالليلة وأن على أهل الزروع أن يحفظوا زروعهم في النهار وفي هذه الآيات جوازوا أن يشترك جماعة في قطيع الغنم وأنه لا حرج عليهم في ذلك وفي هذه الآيات تولي القاضي الحكم بين المتخاصمين وفي هذه الآيات أن من قضى بقضاء فتبين له أن غيره هو الأصوب حكم بما هو أصوب وفي هذه الآيات جواز الاجتهاد في المسائل العارضة كما اجتهد داود وسليمان وفيها أن المصيب من المجتهيدين واحد وأن ما عداه مخطئ ولذا قال ففهمناها سليمان وفي هذه الآيات أن من استبان له الحق وجب عليه الأخذ به والرجوع إليه وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على داود وسليمان بأن آتاهم الحكمة والحكم والعلم وفي هذه الآيات فضل الله جل وعلا على داود عليه السلام بأن سخر الجبال وذللها وصغرها لتكون في إمرة سليمان إذا سبح رافعا صوته فإنها تسبح كتسبيحه وهكذا الطير وأخذ من هذا أن داود عليه السلام كان له صوت جميل ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود وفي هذه الآيات أن تدبير الكون عند رب العزة والجلال وأنه كما يجري الأمور على سننه الكونية فإنه قد يجري بعض الأمور على خلاف السنن الكونية التي اعتادها الناس وفي هذه الآيات تفضل الله جل وعلا على داود ومن بعده بأن سخر لهم الحديد يتمكنون من إلانته وصباغته على وفق حوائجهم ومن ذلك أن يصنع منه الدروع التي تقيهم شر أعدائهم وفي هذه الآيات أن ما يكون في المعارك من بأس وقوة فإنما هو من تسويق فإنما هو منة من الله جل وعلا وفي هذه الآيات الترغيب في شكر الله جل وعلا على نعمه بأن يعترف بأنها من عند الله ويتحدث عن ذلك وتستعمل هذه الأمور في طاعة الله جل وعلا وفي هذه الآيات تخصيص الله لسليمان بخصائص لم تكن لأحد من بعده ومن ذلك أن الريح قد سخرت له فهي تجري بأمره إذا قال اذهبي من هنا ذهبت وإذا قال اتي يا أيها الريح منها هنا آتت فهي تجري بأمره وفي هذا معجزة لسليمان عليه السلام وفي هذه الآيات أن أرض الشام أرض مباركة بمعنى أن الخيرات فيها مضاعفة وفي هذه الآيات سعة علم الله جل وعلا فهو لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس بل هو مطلع على جميع أفعالهم وخفاياهم لا يخفى عليه شيء من شؤونهم وهكذا في هذه الآيات أن الله جل وعلا قد مكن سليمان من تسخير الشياطين وقد جاء في آية الصاد قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فوهب الله له شياطين الجن يعملون له وهذا خاص بسليمان عليه السلام ولذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيطانا في الليل أمسكه فلما تذكر دعوة سليمان أطلقه قال ومن الشياطين من يغوصون له في هذا جواز أخذ اللؤل والمرجان من البحار وأخذ المعادن من وسط الأرض وقوله يغوصون له فيها إشارة إلى اختصاص ذلك بسليمان عليه السلام وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بالحديد في كل أمر يمكن الانتفاع به فيه وفي هذه الآيات قدرة رب العزة والجلال على حفظ الشياطين وفي هذه الآيات أن العبد إذا أصابه شيء من البلى صبر فكان خيرا له وفيها فضل أيوب عليه السلام وفي هذه الآيات دعاء أيوب لله جل وعلا حينما قال أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين وفي هذا التوسل إلى الله جل وعلا بعرض الداعي حاجته واضطراره لمن يدعوه وفي هذه وفي هذه الحال آيات التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته المناسبة ولذا قال أيوب هنا وأنت أرحم الراحمين وفي هذه الآيات سرعة إجابة الله لدعاء الداعين فإن السنوات التي تمضي هي بمثابة اللحظات القليلة في حق رب العزة والجلال وفي هذه الآيات تفضل الله على أيوب أن كشف ما حصل به من ضر وفي هذا أن جزاء الإحسان هو الإحسان وفي هذه الآيات تفضل الله على أيوب بأن وهبه أولادا يماثلون أولاده السابقين وأعاد له زوجته لتكون شابة وفي هذه الآيات أن نزول العذاب بالكافرين رحمة بالمؤمنين ولذا قال رحمة من عندنا وفي هذه الآيات أن العبد ينبغي به أن يتأمل في قصص الأنبياء السابقين وأن يأخذ من ذلك العبرة والعظة ولذا قال وذكرى أي أنهم يتذكرون ويتعظون بذلك للعابدين أي الذين يستمرون على العبادة ثم ذكر جل وعلا الأنبياء الثلاثة وفيها فضيلة الصبر وعظم أجري الصابرين والصبر قد يكون على ما يلحق الإنسان من الأذى خصوصا عند دعوته إلى الله أو ما يصيبه من المصائب أو الصبر يكون بالتزام تنفيذ الأوامر واجتناب المناهي بأنواعها وفي هذا دلالة على أنه ينبغي بالإنسان أن يكون من أهل الصلاة حتى يكون هذا من أسباب نزول رحمة الله جل وعلا به فهذه آيات عظيمة فيها فوائد كثيرة أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لخيري الدنيا والآخرة وأن يجعلني وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين